المتظاهرون هتفوا بقوة ضد المرشد الإيراني خامنعي كما هتفوا أيضا ضد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بماذا تعلق على هذه الهتفات المدوية؟ النظام الإيراني أو نظام الملالي المفروض على الشعب الإيراني منذ عام 79 يحاول تنفيذ أجندات كبيرة على حساب استقرار وأمن الشعب الإيراني ومغامراته الدولية الكبيرة مما جعل الشعب الإيراني يرفض هذا النظام ويهتف دائما بإسقاط هذه القيادة الفاشية التي لم تقدم للشعب الإيراني ما يمكن أن يحقق له العيش الرغيد أو في تطور إيران واللحاق بركب الأمم الأخرى من الناحية الثقافية والعلمية والمنجزات الأخرى ولكن اتجه إلى عسكرة الشعب وإلى تأسيس الميليشيات في الدول الأخرى وأصبحت إيران ونظامها مصدر تهديد للأمن الإقليمي والعالمي